او مثال 6.1 من جون هلا المثال قول انه عندي الجسم هاد هاي الواي اكسز هاي زد اكسز هاي الى اكس اكسز وفيه عندي عظم نسويه هو عدي مستطيلات هاد متوازن مستطيلات الزاوية تبعته مستوطة بالاورجين هاي الصولد بالبينين عندي راح حطهم صولد هو عطا اذا القول ها في هون هذا الورجين كيف صÖ راح نسميه. ايه? والقيم اللي ما اقول لك هون هي ال يعني هادة من زيره لال. هادة من دابليو. وهذا ايش. والسؤال ايش ايش? فاهمينا الهلا. هادة الجسم لو اني انا ممرر الاكس والواي والزت بنصف ال ونصف دابليو ونصف اتش. كان ايش بكون الجسم هادة? بكون بكون حوالين اللي الاكس واي بلين. بكون حوالين الزت واي بلين. بكون سيمتريكا حوالين الزت اكس بلين. اذا الجسم حوالين اللي claim الثلاثة هادة هاد ampli ايش باض ر��고هم عن او ال product موقع منتو بنرشا? اذا كان سيمتريكا راح يكون عندي اي اكس واي بساوي زيرو و اي اكس زد بساوي zero. واي واي زد يساوي زيرو. بس هذا مش صحيح. هل هذا الجسم حوالين ال اكس واي اكسس? هل هو ميرور? لا. لانه هو لزق تنزيب ال اكس واي اكس مطالع عنه بمقدار اكس. اذا هو مش سيمتريكا حوالين ال اكس واي. هل هو سيمتريكا لحوالين الزد اكس بلين? طبعا لا. وهل هو سيمتريكا لحوالين ال واي زد بلين? طبعا لا. اذا هذا فيه له كل اللي موجودة. اذا نبدأ نحسب اول شيء بنحسبه ال اي اكس اكس. خلا حتى لا Bella BXX. بدنا ناخد بتذكرين بالانتجريشن شو منعمل? ناخد متناهي الصغر. بدنا ناخد بيعشي اسمي DV رح رح يكون عبارة عن دي اكس او متفزم الاكس اللي هو في دي اكس دي واي دي زل. مش هلت رح يعطيني مكعب صغير او بمتوازم السلطلات الصغير طوله وعرضه وارتفاعه دي اكس و دي واي و دي زل. مصبوط. هل اذا ضربته في الرو شو رح يعطيني? دي ام. يعني كاني دخلت جوه هذا الجسم واخدت مكعب صغير. والمكعب الصغير هذا بدي عمالي باب من الهذا. اذا ضربته طوله وعرضه وارتفاعه رح يعطيني الفولين تبقى وقربته في الرو رح يعطيني الماس تبعته. هلأ. هذا رح يكون حوالين اي اكسس داخل ما حوالين الاكس اكسس. نظبوط? هلأ ازا اطلعنا هذا الجسم هيدرسم الاكس اكسس كأنه طالع من الصفحة. وعندي الواي. هين? والز ايه. وهذا الجسم موجود هون. ايو خانتك السؤال. هذا الجسم موجود هون المكعب الصغير. ايش المسافة اللي بتهمني اللي بدي اللي بدا تعطيني بعده? هاي. نظبوط. لانه ليش عمالي بطلع? اي اكس. اي اكس. ازا بدي هاي المسافة. بس هاي المسافة شو بتساوي? حسب فيتابورس رح تكون عبارة عن هذا الارتفاع اللي هو زت مصبوط. وهذا الارتفاع عبارة عن واي. فهذا الطول رح يكون زت سكوير زائد واي سكوير تحت الجنة. نظبوط? مش هيك بعده. بعده عن هذا الاكسس. هو الخط اللي واصل بينه. طيب بي اي اكس اكس شو بتساوي? بدي اخد هذا اللي هو دي ام. وفي ايش اضربه? في مربع second moment. second moment of mass. اضربه مربع ايش? مسافة على الاكس اكسس. وين مسافة على الاكس اكسس? زت سكوير زائد واي سكوير تحت الجذر. بس ايش رح عامل? التربيع ايش رح يضيلي? جذر. فراح اصير هاد دي ام. مضروب ايش يجذر نو عندي? زت سكوير زائد واي سكوير. اوكي? الكل فاهمش وصلنا لحد هلا? احنا حسبنا انفنيتاسمال اينارشة لسه. هلا. ازا الان بدي اي اكس اكس. ايش لازم الان اعمل. دي اكس. دي واي. دي زت. واحد. اتنين. ثلاثة. اكس. رح اقابلو اكس من هون اكس. قيمه من وين لوين بتوح? من زيره لده مش هيك? واي من وين لوين قيمه بتوح? زيره ل? ال. وز بتوح قيمه من زيره ل? اتش. واللي رح اكاملو هي الكمية هاي اللي مهتمون. دي ام هي بارعا هاد في هاد في هاد في رو. وهدول رح يكونوا زيت سكوير زائد واي سكوير. اوكي ماشي. الكل فاهم هاد شو اللي عملنا من هونها رجعنا للكالكولوس. اساسيات الكالكولوس مش هيك? هلا في عندي تلات تكاملات او اكمل اول تكامل. هادا طبعا لو كونستان. طعم. بطلع رو وره. نكامل في نسبة اكس. اكس مش موجودة هون. ازا التكامل شو بكون هاي مضروبة في اكس. واكس قيمها تتراوح من? زيرو. زي دابل يو. فبصير عندي اي اكس اكس بساوي. رو برا. بضل عندي الان تكاملين اللي هما من زيرو. لال. ومن زيرو. لأكش. وشو رح يصير في عندي زيت سكوير زائد واي سكوير. في دابلو مالس زيرو. مش هيك اللي هنا. وبعدين عندي بضل دي واي. دي زل. الان بدي اكامل بالنسبة لامير. بالنسبة لواي. واي في عندي اشي وان فهاي رح تصير واي كيو بتاعت الهاتر. وهي رح تصير زيت سكوير في وان. فهاي رح تصير رو تكامل من زيرو لأكش. زيت سكوير واي. مش هيك. زائد واي كيوبت عثلاتة. من زيرو لأ. ال. بضل عندي هون. تي زيت. وفي دابلو مش هيك. بضل رح تصير عندي هلأ رو دابلو. رح يضل عندي هون هلأ محل الواي بنحط L بتصير زيت سكوير L زائد L كيوبت عثلاتة. بضل عندي اكامل هلأ. تي زيت. وهذه هون من زيرو لأكش. نكمل ناخد دابلو رو دابلو. هلأ عيندي بدي اكامل بالنسبة لزيت. عندي هون زيت سكوير راح تصير هاي. زيت كيوبت عثلاتة L زائد L كيوبت زيت عثلاتة. وهون عندي من زيرو لأ. اكش وتساوي رو دابلو. محل زيت راح اقص. اكش فراح تصير عندي هون اكش كيوبت L عثلاتة زائد L كيوبت اكش عثلاتة وتساوي. بضل رطلع الآن اكش ال بره. راح تصير عندي رو دابلو اكش ال عثلاتة. وجوب اش بضل عندي? اكش سكوير زائد L سكوير. ايش رو اكش دابلو. ايش هي? مش روع. ال دابلو اكش شو بتساوي? ايش ال اه. خل. ايش هي? في رو? يس. الماس. فهادي بتصير بتساوي الماس عثلاتة. اكش سكوير زائد L سكوير. اوكي ماشي واضح? هاي شو معناها? هاي بتقول لي هاي طبعا راح تكون بحتيتها كيلو جرام. وشو معناها? هاي? هاي بتقول لي? ازا هاي المادة او هذا الجسم. حطيت انت عليه تورك. والتورك كان حوالين مين? حوالين اكس اكسس. حوالين اكس اكسس. هاي اكس اكسس. لو حطيت انا على هذا الجسم تورك حوالين اكس اكسس. تسارعه راح يتسارع او يعني هذا التورك اللي حطيته على هاي القيمة راح يعطيني تسارع حوالين? اكس. اوكي ماشي واضح? هادا الفيزيكا الميني يتبعه. فباعتمد طبعا على الدنسيتي. مضبوط او باعتمد على الماس تبع الجسم. كل نازل ماس تبع الجسم. بس لاحظه باعتمد بشكل رئيسي على اكش ول. باعتمدش كتير على دنسيتي. طب اللي انا هيك جاء. بس مين اللي باعد المادة عن هذا الاكسس? ال كل ما زادت ال وزيد كل ما زادت اتش. مش هاي? اوكي? ماشي واضحة لهاي.